السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في قناة سكف نفسك وحشتونا كتير وبنحبكم كتير كتير النهاردة الفيديو بتاعنا فيه مصك هايل جدا مصك هدية من قناتنا لكل البنات وخصوصا البنات اللي دخلها على جواز عملية ازالة الشعر عند اي بنت بتبقى مهمة تقيلة قوي بتجربها كذا طريقة بس النتيجة للاسف ما بترضهوش النهاردة معينا مصك هايل جدا لازالة الشعر الزائد والنتيجة هترضيكو جدا 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 بس تابعونا لاخر الفيديو عشان تعرفوا المصك ده هنعمله ازاي وانتبقه ازاي وقبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا ياريت اللي ما يشتركش في القناة ينزل يشترك ويفعل الجرس علشان يوصلوا لكل جديد هنبدأ المصك بتاعنا النهاردة وقول لكم على المكونات بتاعته اول حاجة الجيلاتين لابن دافي كركم ليمون زيت لافندر هنجيب الجيلاتين الجيلاتين ده طبعا في ناس كتير قوي هتقول ايه الجيلاتين الجيلاتين ده بيجي من عند العطار الجيلاتين ده بيساعد على تحسين صحة الجلد وحميته من اضرار الشمس وظهور التجاعد المبكرة وكمان ده تأثير ايجابي جدا على البشرة وخلايا البشرة وبيشيل الجلد بيشيل الجلد الميت وبيشيل الشعر الزيت هنجيب الجيلاتين انا حطيت من هنا 3 معلق من الجيلاتين هنحط معاهم الاول الكركم شوية من الكركم الكركم طبعا احنا عارفين ان هو بيبيض وملك الوصفات هو الكركم هنقلب كويس هنحط زيت الليفندر وزيت الليفندر هايل برضو جدا لازالة الشعر بيساعد على ازالة الشعر وكمان الوصفة بتاعتنا دي مش بس بتساعد على ازالة الشعر لا كمان بعد مضاومة عليها هيتلع الشعر خفيف المرة اللي بعدها واللي بعدها وتدريجيا هيخطفي خالص الشعر هنحط اللبن بس انا هضيف اللبن دافي انا مش عايزة اللبن سخن ولا عايزة بارد انا عايزة اللبن دافي هنقلب كده الناس اللي ما عندهج حساسية مش هنحط لامون الناس اللي عادي ما بتعانيش باي حساسية عندها بشرتها طبيعية عادية هنضيف الليمون الليمون هايل جدا طبعا المسك ده رهيب 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 بعد استخدامه جدا هتدعودي عليه هاي الاول انا بحب الوصفات كلها اللي فيها الكركم وفيها الليمون وكمان الجيلاتين هيساعد جدا على ازالة الشعر من الجسم هنقلب كده لو احتاجنا تاني من اللبن هنحط هنضيف كده زي ما انتم شايفين هنفضل بقى نضيف كده تدرجيا لحد ما الكميات تبقى في ايدك متساوية مع بعض هندمج المكونات سوا ويبقى معاك اللبن دافي لا هو سخن ولا هو بارد اهم حاجة اللبن كده انا دمجت المكونات سوا لقيتها محتاجة ان احنا نضيف شوية تاني من اللبن هنضيف لحد ما يبقى معانا المسك بتاعنا لازج جدا وهقول لكم ليه دلوقتي اهو زي ما انتم شايفين كده ضيفت شوية لبن بدأ ان هو ايه يبقى طري كده معانا اهو بصوا وصفة هيلة جدا وجميلة حتى الناس اللي عندها الرؤوس السودا برضو الجيلاتين مع الكركم مع المكونات دي كلها هتشيل الرؤوس السودا وتقدي تماما عليها وطبعا الشعر الزايد اللي بيبقى في البشرة الصغير خالص حتى اللي احنا ما بنعرفش نشيله باي طريقة بالطريقة بتاعتنا النهار ده دي هيتشال والبشرتنا هتبقى نعمة جدا كده انا عملته بقى بالطريقة بالشكل اللي انتم شايفينه ده مسك كويس جدا وهي الاوي اهو زي ما انتم شايفين كده بيبقى بالشكل ده بصوا لازم كده يبقى لازج كده معاكم ويبقى لا هو ناعم قوي ولا هو خيشن قوي زي ما انتم شايفين كده طيب هنعمل ايه هقول لكم هنعمل ايه هنغسل وشنا كويس قوي ونشفه كويس وبعدين بالمسك بتاعنا بتاع النهار ده نعمله على البشرة نحطه على البشرة في كل الاماكن اللي احنا عايزين نشيل فيها الشعر الزائد كل المكان على بشرتنا هنحطه كويس قوي ونسيبه لحد ما ينشف على بشرتنا فيه ناس ممكن ينشف عند على بشرتها بعد عشر دقايق وفيه ناس بعد نص ساعة احنا هنسيبه لحد ما يجف خالص على البشرة بتاعتنا هيبقى على بشرتنا شبه الكنع احنا مش هنخسله لما نيجي نشيله احنا هنشيله زي ما نكون بنشيل كناع كده من على وشنا تمام يا حبيبي ان شاء الله هيجيب معاكم نتيجة هيلة جدا مش هيبقى فيه شعر زائد خالص مع التكرار الشعر هيخفه خالص من الوش وكمان هيبقى البشرة بتاعتنا نعمة هتبقى بيضة هتبقى جميلة جدا مع المسك الهايل بتاعنا بتاعنا النهاردة وزي ما قلتلكو لازم تناسبوا الكميات مع بعض كلها وتشوفوا لو احنا محتاجين نضيف لبن يبقى دافي بأكد على المعلومة دي لازم اللبن يبقى دافي هيبقى شبه المسكه خالص كده على وشنا شبه القناع ونجي نقوم بعد ما ينشف خالص نبدأ ان احنا ننزعه ولما نجي ننزعه هنلاقي الشعر بيتشال معاه وشعر صغير خالص وهنلاقي بشرتنا باقت نعمة وباقت صفية مع التكرار هيجيب معاكم نتيجة ايجابية جدا وارد تستخدموه كل ما يبدأ الشعر انه هو يطلع معاكم وهيجيب معاكم نتيجة مردية ما تنسوش تشيروا الفيديو لكل صحابكو عشان يستفادوا زيكو بالزبط ولو محتاجين اي حاجة اي اسأل اكتبوه في التعليقات وانا هرد عليكو ان شاء الله يلا قموا جربوا الوصفة بتاعتنا الهائلة النهاردة هتجيب معاكم نتيجة كويسة وان شاء الله هتدعمنا عليها ما تنسوش لايك للفيديو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة